السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب في درس النهاردة يا جماعة إحنا مخصصين الدرس لكتابة البسملة بخط الرقعة قال لك معي للنهاية وركز مع حركة سير القلم وركز معايا جدا ما تكتبش غير لما خلص كتابة في البداية أنا عايزك تعرف شكل الحروف الأول وشكل السطر بتاعنا بيبقى عامل ازاي مفيش حركة من اليمين لليسار في خط الرقعة بتكون مستقيمة بالشكل ده أو بتكون موازية لسطر الكتابة بالشكل ده الحركات اللي هنعملها كلها في خط الرقعة بيكون سطر الكتابة هنا الحركات اللي بنعملها كلها بتكون بالشكل ده كده وهنشوف ازاي ده الوقت هنشوف ازاي ده الوقت والحركات اللي بتكون لاعلى بتكون بالشكل ده بتكون متجهة الى اليسار قليلا من الاعلى كده يعني من اليمين لليسار بنسيب هنا مقدار تقريبا نقطة ازاي ارسل محمد هنعمل كده تعالوا واحدة واحدة كل حاجة بسهولة وبالراحة خالص هنتعلمها براحتنا يعني مثلا باسم الباق مع السين مع الميم ينفع اعملها كده مثلا الطريقة دي خطأ يبقى الصح ازاي ارسل محمد الصح ان نعملها بالشكل ده كده لو عملنا كده مسافة كده هنا المسافة اللي ما بين الباق وما بين الميم اللي هي حرف السين الكشيدة لازم ان يكون في ميلان ازاي عملنا الباق الاولانية كده حرف الباق كده هنمشي من هنا لأسفل اهو تمام شايفين الاتجاه بتاعنا ازاي اهو وبعد كده هنزل سينة بسيطة لتحت ومن هنا كده هنعمل حرف الميم تمام الميم عبارة عن نقطة وبننفي دوران وبنمشي حتى المشيان من هنا لهنا في ميلان ناحية سطر الكتابة اهو بالشكل ده كده وحطينا ايه النقطة بتاعتنا هنا تاني تاني نعيدها تاني ما فيش مشكلة الباق احنا هنا بلغنا شوية فيها بنجي نعملها ازاي اهو دي اول حركة دي الحركة الاولى الحركة التانية بنعمل اهو تمام دي اول حركة وبننزل سنة لتحت بنعمل حرف الميم بالشكل ده طيب ماشي حرف الباق مع السن المسننة السنة ثم قنطرة ثم حرف الميم يعني السنة يعني السنة عبارة عن ثلاث أسنان ولكن حرف السنة السنة الاولانية والسنة التانية السنة التالتة هي اللي بيكون عندناها القنطرة عشان نجيب حرف ايه حرف الميم حلو جدا طيب تاني تعالوا نقول اهو باق مع السن ركز مع حركة سير القلم اهو بالشكل ده تمام المسافة هنا زادت شوية يبقى هنا ايه صح وهنا صح تمام حرف الباق مع السن مع الميم نكتبه تاني باق سنة سنة ثم انطرة بالشكل ده ثم حرف الميم من تحتها وبنمشي باتجاه سطر الكتابة ثم اول ما بنلمس سطر الكتابة بننزل ايه بنعمل حرف الف تحت ايه تحت السطر جميل يا شباب جميل جدا اللي مش فهم حاجة واللي مش عارف حاجة بالنسبة لك يريد تسيبها لي في ايه في الكومنتات تعالوا بقى نكتبها كاملة وبعدين ايه نشرح الباقي منها هنكتب كده مثلا هنكتبها بشكلين مثلا نفذ الجلالة ده مثلا اه ده مثلا اه الشكل رقم واحد تعالوا بقى نعملها برضو بشكل اه اخر وهو الشكل رقم اتنين بقى مع سين عادية اها الناس بتحب تعمل السين العادية دي باستمرار من غير المسننة وفي بعض الناس بعمل المسننة دي صح وده صح كذلك لفظ الجلالة بدل ما نعمل الهاء دي ممكن ناخد الهاء دي اه الالف اللام الراء الحاق مع الميم مع النون ممكن ناخدها بالشكل ده للناس المبتدئين انا بنصح ممكن تعملها بالشكل ده اهو الناس اللي مش هتقدر تعمل الدوران بتاع حرف اه الحاق مع الميم ده اهو تعملها عادية طيب دي قاعدة سين محمد لا مش قاعدة القاعدة الصح اللي هي دي دي احنا بنقولها للناس ايه المبتدئين اللي مش هيقدروا ان هم يعملوا الشكل الصحيح ده تمام لو عملتها اسم محمد في مشكلة لا ما بيش مشكلة خالص انت بتكتب بالقلم العادي مفيش ادنى مشكلة تعالوا بقى نروح لايه لشرحها واحدة واحدة وبالراحة هتكتبها وتخلي اولادك يكتبوها بطريقة سهلة جدا اللي هي ازاي شايفين درجة الحروف هنا شايفين هنا شايفين حرف اله حتى شايفين حرف الرا شايفين حرف الحق شايفين حرف الميم حرف النون حرف الحق اللام مع الرا اهو 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 كذلك هنا برضو اهو انا مصمم ان انا اوصل الفكرة بالطريقة دي اهو تمام يبقى علشان اكتبها لازم ان اعمل اللي سيد محمد قال لنا عليه في البداية وهو درجة ملء الحروف الباق مع السين بنمشي تمام مش هنا هنا وصلنا للمنطقة دي بنعمل سيننا لتحت وناخد حرف الميم ثم بننزل تحت السطر بالشكل ده اهو تمام لو انت مش بتعرف تكتب خالص هتكتب الشكل اللي هو رقم ثلاثة ده الشكل رقم ثلاثة ده هتعرف تكتبه بسهولة لفظ الجلالة حرف الالف من فوق لتحت اهو وبعد كده لفظ الجلالة لام وبعدين حركة لتحت ما سيبشي الالم مني ويمشي على ايه سطر الكتابة اخر حرف في الكلمة هو اللي بيلمس سطر الكتابة هنا اللام التانية تمام ماجيبش ايه الهاء من هنا كده لا انا هامشي اهو من هنا تمام من تلتين الحرف وبعدين اهو تمام يا شباب ثم حرف الالف بتاع الرحماء اهو الالف اللام التانية ثم مسافة التحت شايفين المسافة اللي احنا نزلناها ايه زي دي زي دي اهي وبعد كده الراء ممكن تعملها كده تمام يا شباب حرف الحاء مع البيين مع النون احنا قلنا ايه الناس اللي عاديين هيكتبوها كده 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 اكيدنا سلاس نقاط في خط الرقعة ثم بنمشي لقدام اهو بننزل لتحت بنعمل حرف المين من الاسفل وبننزل برضو بنبص على سطر الكتابة ثم بنعمل قنطرة بسيطة ثم رقم سبعة اهو ثم من هنا كده بنعمل الحركة دي سهل يا شباب سهل جدا حرف الالف واللام والراء زي ما اخدناهم هنا الرحيم بقى زي ما قلنا بنعمل سلاس نقاط في خط الرقعة بالشكل ده ثم من هنا من المنطقة دي كده بنمشي لقدام اهو المشيين اللي قدام موازي لسطر الكتابة ولا اه مش موازي لسطر الكتابة لو شدنا خط كده هنلاقي فيه هنا نقطة اهو تماما شباب اهو هنا كده بنعمل قنطرة ثم حركة ثم حركة عشان نجيب حرف المين اهو ثم من هنا كده بنعمل حركة ثم ننزل تحت السطر لان حرف المين من حروف كلمات جمعه اتمنى اي حد شاهد الحلقة للنهاية انه يكتب معانا خلي ابنك يكتب معانا مفيش مشكلة خالص خلي ابنك يكتب معانا واحدة واحدة هيتعلم على شكل الحرف وهيكتب معانا بشكل سليم انا عايزك ما تقلقش خالص معانا خطك هيتحسن بسهولة ان شاء الله وبيصر وبكده تكون انتهت حلقتنا اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب اتمنى جماعة من حضراتكم انكم تشيروا الفيديو على اوسع نطاق يمكن غيرك يكون محتاج للدروس اللي زي كده ويستفيد من قناتنا قناتنا بفضل الله في خلال فترة بسيطة ناس كتيرة جدا خطها بيتحسن حتى لو خطها سيئ تحسين الخط يا جماعة شيء مهم جدا وضروري علشان الحياة وبكذا تكون انتهت حلقتنا اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوش لايك وشير وكل في الخير مع السلامة اشتركوا في القناة